السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير جيتكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد من روتينات امريسلان الرمضانية هاليوم راح نحكيو فيه على بعض مواد الحلويات اللي راح يكونوا ان شاء الله في متناول الجامع خاصة انو رانا في فترة شوية صعيبة وكاين اخوات اللي راح محبين يديروا الحلويات لكن الاسعار كاين اسعار تحوي يجزادوا ما يساعدوهمش جيبتلكم بعض المواد اللي رخيصها في البري وعجبوني يعني في خدمتهم هاد النهار راح نديروا واحد الحلوى من الحلويات اللي كنت نموت عليهم وانا صغيرة كانت تحضرهم ماما نسنة غير وكتاش يصل العيد بش يدلي هاد الانواع تعال الحلويات لي بكل صراحة حلويات هاد الوقت ما ينفسوهمش يعني كانوا بنا ولا اروع كنت درتها لكن درت فيها بعض التعديلات ضفت فيها بعض المكونات اللي نحبهم قلت نبدل شوية في الوصفة نزيد فيها لمساتي صلحت صلحت ما صلحتش نضرب النحو واحد لا شافني واحد لا طلالية وبالفعل خرجت حلوى روعة روعة المهم راح نخلي لكم الرابط انتحها ان شاء الله في صندوق الوصف بالنسبة للفارينا اللي سقسوني على الفارينا اللي راني نستعمل فيها حاليا راني ندير في الحلويات التعيب للا مولاتي هذي جابها لي زوجت تاعي مع لباليش نهار لولتخوفت منها قلت يدرك فاش حجي الحلوى التاعي خاصة انه ميش بيضة ساعة نحكمه على اللونة على الفارينا لكن الحلويات جاوني روعة ما شاء الله والسعر التحى بثمينة وعشرين الف كين يبيعوها ثمينة وعشرين كين يبيعوها بثلاثين الف يعني مالفين كيما نشري سيم مالفين نشري ماما يجيوا بين ثمينة وثلاثين الف حتى الاربعين الف حتى هما لكن هذي قلت لكم راني جربتها وجاوني الحلويات تحملاح راح نروح وضرك الني سلي كارامال الني سلي كارامال راحو يدير خمسة وثلاثين الف وربعين يعني الطايب خمسة وثلاثين الف الطايب ربعين الف والني خمسة وثلاثين الف قابلت لك هذي لمرت قلت والله غير نجربها ونخليها على عربي جات جات ما جاتش دب الرأسها هي يدير بخمسة وعشرين الف وراهي من توج بلادي البنات راهي تاقس نطينا الساعة هذي درت بيها الحلوى مليحة علكي في الذوق التحى ثاني مليح باش نحكم عليها اذا تيبس ولا ما تيبسش الله اعلم لخطر الحلوى تعيدي جارة هي جديدة وما الحلوى تعي درت كمية قليلة فقط هكا باش ما يطولوا ليش وبهما هككم تعرفوا لبنات الحاجة كي تكون بزاف نملوا منها سواء اكل سواء نحواج واحد اخرين درت كمية قليلة 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 منها باش نشاركم بوصفات مختلفة يعني كما وعدتكم قلت لكم باللي راني راح نجيب لكم حلويات كل حلوى راح تكون بذوق معين وحتى في الشكل كاين تغير هكا كما لاحظتوا باللي راني كل وصفة نحطها لكم مية وخمسة وعشرين قرام تخرج لي بين ثلاثين حتى العشرين حبة يعني كل نوع وشي يخرج لي على حسب الحجم تاع الحبة تاعو هكا ما يطولوا ليش يعني بغينا هذي نضوقوا من هذي بغينا الاخرى كيف كيف هكا ما همش راح يبزدون الحواج يعني الحاجة اللي كي تطولت تنشف ماهيش حاتنشف الحاجة اللي كي تطولتي بس كيف كيف هذي هي قلت لكم الحلوة هذي راح نوجدها بجوز الهند كي ما شتوا قليت نوات كوك وانا نوات كوك ونحبها مقلية ما نحبها ش نية كي ما قلت لكم في الفيديو الاخوات اللي ما يحبوها ش مقلية راح تطيروها نية عادي جدا ثاني الاخوات اللي رامي سكسيو فيا لا نوات كوك اذا يقدرو ينحيوها ولا ها اكيد تقدرو تنحيوها البنات حتى بالنيس اللي كرامل تقدرو تنحيوها تعاوضوه بالمربة تعاوضوه بالطوفيا تقدرو تستغنو عليه تعاوضوه بحاجة واحد اخرى سكر غلاسي برك يعني اني قلت لكم هي الوصفة الاصلية راه ما فيها شى النيس اللي انا برك اللي حبيت نضيف فيها النيس اللي ونوات كوكو هكا بغي الضوء جديد فهاد لي سكر لخاطر كاين واحد المكونات هكا ليكونوا في حلوة معينة نقدرو نتلعبو فيهم احنايا كيما بغينا نبدلو في النوع تعالشوكولة نبدلو في النوع تعالمكسرت كيما نبغيو نشتغن راح نروحو للفطور الفطور جيبت العيد الكبير هالبنات يجري شاهينا الضوارة بالاحرى انا اللي تشاهد الضوارة كيما نقولولا احنايا البكبوكا تشاهد البكبوكا يلا نصبتها كيما ننصبو عادي كيما شتو درت بصلاو الثوم دوها الثوم شوية كمون درت لها مغرف صغيرة تعسمن غير بش ما تتقلاليش هكاك في الماء كيما تعرفوا باللي راهي ديجا الدورة فيها ليدان وهنايا وجدرت فيها درت فيها المصارن درت فيها الكرشة درت هي كثرت فيها الحم على الحويج الاخرين لخطر ولادي ما يكلوش ما يكلوش يعني الحويج هذوك بزاف كثرت لهم الحم بش يلقاوش يأكلو رحيت معها حباتها عتماطم درت لها ثاني طماطم مصبرة درت لها الملح راس الحانوت الفلفل اللي كحل قدرت لها ثاني الكركم وغلقت والكمون بلا ما انسى وغلقت عليها من يجيها رح نزيد نوجد قراتا مع هذ البكبوكة المهم دائما نحب ندير حاجة حمراء وحاجة بيضاء ما درتش الشربة يعني البكبوكة واحدها رح تكفي والدوزيانبلا والقراتا اللي رح نديرها رح ندير القراتا المهم هذو النهار البنات راهو تحت اشرافي انايا وتحت اشراف سخفتي جاهيت القراتا ودرته وشاهيت الدوارا ودرت القراتا اللي نحبها يعني حتى العيلة تعيموته لها هذ القراتا سهلة رابيد ما تديش الوقت جيبنينا ما نجيش ناشفة اه خاصة لليناس اللي كي حالتي مايحبوش لقراتا الناشفين كما شتوا حكمت صدرت عجاج تقدروا تديروا كويس عادي قطعت بصلة تقدروا من ديروش بصلة وتديرو غير الثوم ولا تديرو البصلة وما ديروش الثوم كيف كيف قصيتها ودرت اسمن درت شوية زيت درت لها موطرد هي مانيش مالفندير الموطر دمي هاد النهار درت لها الموطرد ملح و الفلفل لكحل قليتها مليح حتى هذيك البصلات قريبا ذابت ومبادا مرقتها يا صراحة لما الفنديرها في الكوكوت بش لاصوس هذيك تختار لي الججي طيب ولاصوس تختار وما تنشفش مشي كيما المرميطة وخليتها طيب وجدت خميرة كم تعرفوا الدوارة البكبوكة البكبوكة هي الدوارة البكبوكة العصبان هادو كامل يمشيوا مع الكسرة خميرة يجيوا ولا اربعة هنايا راهي طابت الكرشة تقريبا طابت زيت لها حبيبات تعباطة غلقت اليهم كي طابت الباطاطة زيت لها فلفل حار شوفوا لاسوس كيفش راهي خاطرة هنايا الفيديو جا مقلب منعرف كيفاش حالته فطور عيس سريع فطور عيس سريع ثاني ومليح ولا اروع الابناث المهمة شي دي ما احنا نطيبو لهم وش يصخفو حتى احنا نطيبو لنا احنا وش نصخفو من حقنا يا اخواتي احنا نتعبو نتعبو حتى احنا لازم نتفكروا رواحنا ندلوا رواحنا شوية احنا ما نصخفوش معدنا شدالة ولا المهم بالنسبة للقراتان كنت تدرت ثاني باطاطا كي مشتو قليتها هنا يراكم تقدرو تزيدو خضر واحد اخرى بصحة انا نحبها غير بالباطاطا يعني اللي راتان اخرين نحب ننوع فيهم الخضر ليسو في لي ثانيين نحب دي ما ندير معهم الخضراء بصحة هذي راتان نحبها تكون غير بالباطاطا والجاش تقدرو حتى تزيدو لها شومبينيون بنا تقدرو تزيدو لها الحمص مرات ندير معاها الحمص وشومبينيون تقدرو ثاني تديرو لها زيتون الخضر لي حب ihrer زيتون نخضر نحيت هذا الجاج فتتوا على وجهتها على البطاطا وبعدها كسرت بيضات في هذه الاسوس ورح نديرها فوق البطاطا هي جي لبنة كيل كباب تقريبا كيل كباب كان يسميها طاجين جبن تونسي كان يسميها المعدنوسية كل واحد وشي يسميها المهم تقدرو حتى تزيدوا لها على وجه تزيدوا لها أنا رح نديرها فرمج ربي هذا ما كان انتم ما تقدرو تزيدوا لها سوس بشامل ولا سوس فرومج تديروا لها وش تحبوا التومات قدرو حتى تزيدوا معها سوس تومات لكن أنا نحبها هكا وحدها سامبل مرات نزيد لها البشامل وندخلها للفرم تتجمر وتجمد يجمد لي هذك البيض وهذه هي طاولة الإفطار تعي كما ركتم تشوفوا الكسرة خميرة المطلوع المهم احنا في الطاولة الجزائرية لازم يكون الخبز مهما كان نوعه رخسس مطلوع خبز الدار اللي كان وهي لي كل بكبوكة سوس خاص راكي ما ركتم تشوفو شهيدكم في الجنة حبيباتي مع القراطة اللي كانت تجمرت شوفوا شوفوا اللي بنات كيف اشطرية يعني راه يجي تجمر والبيض هذا كما نكثروش بش ما تجمد الناش وهكا كان طاولة إفطاري مزيج بين العيد الكبير ورمضان أربي دومها نعمة إن شاء الله علينا وعليكم يا رب العالمين ويحفظها من الزوال بالنسبة للشوكولات هنا خليت القلاساج تعل الحلوة وهي الخراء وراء الأفطار لخطر أن القلاساج هذا ما نحبوش يدي لي الروينة في الكوزينة المهم النوعية تعل الشوكولات استعملتها هذي راهي نظن غير كما داروا البيضة هي تعباتنا قبل كان اسمها الأوراسية وذلك كان ردوها شوكولاتي مليحة بزاف البنات الذوقتها هايل ما هي شمش حما وشي هوك الذوبوها راهي حساسة تعرفوا بلي شوكولاتي بيضاء حساسة يعني لازم كي تحطيها الذوب ماشي كما تعل حليب ولا الشوكولات السوداء الداكنة يعني تحطوها تخليوها عادي هذي راهي صارت لي معها دي قعلا بيها راني نقول لكم البنات تبخي تحركي فيها سيناور راح تتحرق لك كنت منقص النار خلاص كنت حطتها في الكانون الصغير ومنقص عليها النار خلاص كالعدم دارين اللي ما ندروه لازم ميقص شي سحن لازم ثاني النار ما تكونش قاوية هكاك البنات وشغول جاتني تحرقت هي منعرف علامة ما لقري كنت نحرك فيها مرة على مرة يعني يدمنها ويدمنها بس حكي عاود ذوبتها المرة الثانية قعدت مقابلتها قعدت نحرك 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 حتى انذابت لي منيح المهم هذي كلي ذابت لي معنش راح نطيشها اللي شغول تحرقت لي معنش راح نطيشها راح نفكر لها فكرة كيد ان شاء الله راح نشارككم بهذيك الفكرة يعني اذا كفاني الوقت اذا ما كفانيش الوقت نحطها في الثلاجة وراء رمضان ان شاء الله وراء العيد نشارككم هذه هي الحلوة تاعي في شكلها النهائي لازم نقسم لكم باش لما شفتش فيديو الوصفة راح تشوفوا ان شاء الله راحكم تلقاه في صندوق الوصف وهكا نكون وصلنا نهاية فيديونا هاليوم المهم قبل ما نكمل فيديو نقول لكم باللي دائما الفيديوهات اللي نحطهم لكم وراء الفيديوهات تاع الوصفات تاع الحلويات نحاول اني نجاوبكم على الاسئلة فيه يعني كيما نحط لكم فيديو تطرحوا لي اسئلة في التعليق ما نقدش نجاوبكم هذا لذيق وقتي حبيباتي نحاول اني نجاوبكم في الفيديوهات الموالية يعني دائما نحاولوا اللي تطرح لي سؤال تسلنا الفيديو الموالي باش تشوف الايجابة وهكا باش كامل يسمعوا هذيك الايجابة ومن بقاوش نعودو نجاوبو فيهم في التعليقات لانه كاي اللي ما يشوفوش التعليق هكا نكونو وصلنا نهاية فيديوناها اليوم وبقالي غير نقولكم طالة وفرواحكم في امان الله ونلتقي في فيديوهات وصفات وروتينات قادمة ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة